بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والادارية اتنين تابع الوحدة الاولى استخدام بيانات التكاليف في اتخاذ القرارات حل مطلوب اتنين ازاي نحدد نقطة التماثل التكلفة اللي هي النقطة اللي عندها حجم المبعاد يتساوى عنده اي من الترتيج عايزين نحدد حجم المبعاد اللي بيتساوى عنده اي من الترتيج فبنحسب دلة التكاليف الطريقة الاولى احنا عشان نجيب دلة تكاليف الطريقة بنجمع التكاليف السابتة زائد المتغيرة تكاليف سابتة دي السابتة زائد دي كلها دي اللي هي المتغيرة طيب السابتة بتكون رقم واحد المتغيرة دي بتيجي منين من ضرب بالتكلفة المتغيرة الوحدة في عدد الايه الوحدات كيفية útah? لما نجمع السابقة في الطرية الاولى كانت معطى باثنشر الف زائد المتغيرات الوحدة كنا جمعانها بتلاتة ونص ونفسي Luis س 배ة لا هيه عدد الوحدات عدد الوحدات بنفسريتها س mee طب ده للتكلف في الطرية التانية نفس الكلام تكلف السابقة زائد التكلفة المتغيرة مضروحا في عدد الوحدات طب لما نجمع نحسابها كانت تكلف سابقة ستة وتلاتين في الطرية التانية والمتغيرة الوحدة كنا مجمعينها اتنين وسين اللي هي عدد الوحدات تتحقق نقطة تماثل تكلفة عندما تتحقق العلاقة الرياضية التالية دل التكاليف الطريقة الاولى تساوي دل التكاليف الطريقة الايه التانية ونشوف كنا ايه اتناشر الف زائد تلاتة ونصف سين اسويها بستة وتلاتين الف زائد اتنين سين نبدأ نلقل السنات في طرف والارقام بطرف يعني انا كان عندي هنا تلاتة ونصف سين اجيب لها كمان اتنين سين هنا كانت بالموجة بتروح هناك ايه تتنقل في الطرف التاني بالايه بالسالب هنا كانت ستة وتلاتين اطرح منها اجيبها الاتناشر الف اللي كانت بالموجة بتروح هنا بالايه بالسالب وصف الارقام يبقى تلاتة ونص ناقص اتنين يعني الواحد ونصف سين تساوي الفارق بين ستة وتلاتين ناقص الاتناشر باربعة وعشرين الف يبقى سين تسوي كهام. هقسم الاربعة وعشرين الف على واحد ونص. باربعة وعشرين الف على واحد ونص. تطلع ستاشر الف لعبة اطفال. يبقى دي عدد الوحدات اللي عنده يستوي الطريقين. تلاقي الطريقة دي زي دي بالزبط. نشوف طريقة اخرى للتماسل. ممكن نجيب الرقم ده اللي هو اللي فات ده. ستاشر الف لعبة دي ممكن نجيبها بطريقة اخرى. اننا اقول ايه? نقطة التماسل بتسوي التكاليف السابطة الاضافية مقسومة على التكلفة المتغيرة التفاضلية. طيب التفاضلية او الاضافية. نطبق كده ستة وتلاتين نقص اتناشر على تلاتة ونص نقص ايه? اتنين. يبقى اربعة وعشرين على اربعة وعشرين الف على واحد ونص. تطلع برضو نفس ايه الرقم ستاشر الف لعبة اطفال. هزي نتأكد ان الرقم ده هو الرقم اللي عنده بتتساوي الطريقين مع بعض. نشوف قيمة الداخل. اضرب بدل ما كنت في المطلوب الاولين. مرة ضربت في تلاتاشر الف ومرة ضربت في تمنتاشر الف اشتغل على مين? على ستاشر الف. يبقى ستاشر الف في خمسة ادي التمين الف. تكلف السابطة دي كانت متجمعة. المتغيرة بادرب برضو نفسها عادل وحدات ستاشر الف تلاتة ونص مرة. وفي اتنين مرة نجمع دول ونترحم من دي. بص لا ايه? اتناشر الف اتناشر الف. يبقى انصاف الداخل ثابت في الاتنين. يبقى والتكاليف على المحور الرأسي. وهنا ده اللي التكاليف الاولى بتبدأ من عند التكاليف السابطة اتناشر الف. يبقى اتناشر الف زائل تلاتة ونص سين. دي ده اللي التكاليف في طريقة الاولى. طب ده الاتكاليف تانية في الطريقة التانية. التكاليف السابطة بتقفد اعلى بقى شوية. اتناشر دي فوق اعلى ستة وتلاتين. بس بتمشي بميل اقل. هنا ميل الخط كان ثلاثة ونص فتلاقيه طالع عالي شوي هنا ميل الخط اللي هي التكليفة المطايرة دي للوحدة تعتبر الميل ميل الخط طالع ايه منخفض شوي فتقاطع هنا هي دي اسمها نقطة التماسل اللي كنا حسبناها ستاشر الف وحدة لو قبل نقطة التماسل يفضل التصناع بطريقة الايه الاولى اي اذا قلل انتاج عن كام عن الستاشر الف وحدة اللي هم دولة لان في المنطقة دي بتلاقي الخط ده الاقل خط الطريقة الاولى هو اللي هي تكلفته اقل طيب لو احنا بعد نقطة التماسل يفضل التصناع بالطريقة التانية اي اذا زاد الانتاج عن ستاشر الف هنا بعد نقطة التماسل بتلاقي مين اللي بقى خط منخفض الطريقة التانية هي اللي بقت ايه هي منخفض اي بقى هي دي اللي هي تفضل